كل شيء ثق بيك ليش ما سواك مستشار عاني قنقينة أزعجة هو يعرف هذا أكيد وإلا وإلا تشار رضاني يعني آني أكو بي يعيب مرات يعني مرات شغلة بسيطة أحاول أفرضها سعاني لو عاني لو مستشار يعني هوايا من ذوي الكاظم يعني كان يوميا متعارك ويا محمد الشياء على باقائهم في الدولة وهسوا بعد وقد أختصم معه وقد أكون خصمه مبدا يا مو يوم القيامة مصطفى ده أظل فلان وفلان 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 لأن ذو لحرامات يظلون وديتش قصورهم بالمنصور وبالأميرات وأرصدتهم بالتريليونات نحبك لا تخلينا بعد حلقنا مليان دم بعد بيك آثار أحسها موجعة في داخلك من مرحلة الكاظمي شو وقت تتخلص منها؟ أنت صديقي إحنا أخوة وأخويا وحبيبي أنا سويت لقاء واحد ويا مونة سامي على المنشطات والأدوية واليوم أنا بالطريق إليك إجيت وممكن رتع تذر لأنه تمرضت أنا من طلع مصطفى الكاظم لحده أنا مريض سامي يعني هو طلع؟ من الضغط اللي كان عليه شنة كتلة مقاومة لضغط شنو مشكلتاو ياك؟ أو مشكلتاو ياك؟ أنا والله يا أخي والله العظيم أرجع وأقولها أنا لأنه أولا كنت أعتقد صديقي أريد أنصح بالسنة الأولى أن لا يكون في هذا الفعش في هذا الفساد في هذا الانحراف السياسي في هذا المسار للفتنة يعني بالسنة الأولى كنت أعتقد أنه أنا أنصح أصدقاء أقول أخذتهم العزة بالإثم أخذتهم السلطة دفعوا عربياً إقليمياً دولياً خلي عندي ضمير خلي بعدين صرت بس أريد أدافع عن نفسي لأنه أنا من النصيحة صرت عدو فكنت أمام اختبار رجولتي أنا أقبل الرشوة وأسكت وبالجماعة طلعوني بالقنادر لأنه أنا صدامي وضابط مخابرات وسني وتطلع لي ألف ألف تهم أطلع حتى مشترك مع هندان اللي مسوي لها الرمح مع قتل الإمام الحمزة عليه السلام زين تطلع علي أو أنه حافظ على تاريخي وشرفي وأخذ موقف حتى إذا كلفني ذلك حياتي واختارت الطريق الثاني يعني قاومت قاومت الفساد قاومت الفتنة ولآن صارت واضحة أجم ما تنظم الفساد اللي صارعتهم محس سواء ترجمة نانسي قنقر